بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى شرف المرسلين نواصل دائما في Chapter 1 واليوم إن شاء الله يشوف اللي هو Lecture 3 شوفيه اللي هو MATLAB Graphical User Interface مش مباشرة للماتلاب نحن هنا بدنا نشوف اللي هو المنيو هذي الموجود في الماتلاب يشفى ويدها علينا هنا في عندنا مثلا لو فتحنا الفايل هنا الملف يفتحنا اللي هو نيو اللي هو تفتح برنامي شديد أو تفتح أي صفحة مثلا figure ولا أي صفحة من هذه الصفحات أو function هنشوفها بالتفصيل وopen لو بدي أفتح صفحة افتح برنامج أنا سويته قبل close command window ممكن تقول له تفتح الصفحة من هنا ممكن تعمل print ممكن تعمل save as ممكن تحفظ save as workspace في عندي ال exit MATLAB لو بدك تطلع من الماتلاب من هنا في عندك هنا على ال edit في عندك cut وعندك copy paste اللي هو القطع ونسخه اللصق في select all مثلا لو جيت هنا قتلوا select عمل لي select all حي يضلل الكل هنا لو قتلوا delete حيمحيه لو هنا عندي مثلا clear command window clear command history clear workspace مثلا شاف ال workspace هنا وودي أقول له clear workspace ايش اللي يصير يمحي كل اللي موجود في ال work space اذا كل واحدة منهم ممكن امحي اللي موجود فيها عن طريق edit بعدين عندي desktop وهذه مهمة جدا لاحظ النوافذ اللي موجودة عندي ممكن اسكرها وافتحها من هنا مثلا command story ممكن اسكرها لاحظ ارجع افتحها من جديد بنفس الضغطة command story ممكن تجي تلقى واحد قبلك ايش اللي سوى سكر كل النوافذ ايش اللي نسوي بدل ما نروح نجيبها واحدة واحدة من هنا ممكن نعملها desktop layout وحضر default ماشي يفتح لي الصفحات الافتراضية للماتلاب كياني فاتح الماتلاب من جديد اوكي اذا ممكن كمان احرك الصفحة اوسع مثلا هذه اضيق على الثانية كمان ممكن اسويها كده لاحظ اكبر كده ممكن احرك مثلا الwork space هذي ممكن احركها اقوله لا انا وديها تصير هنا لاحظ انت بس تمسكها باللفت كليك وبعدا كل ما حركت في مكان الماتلاب واحده يعطيك الشكل اللي مثلا لو خليتها هنا تصير الwork space بهذه النحية اقول لا ادي اراجع على المكان هل كانت فيه حطها هنا خلاص اوكي اذا بهذا الشكل نكون شفنا اللي هو file menu شفنا فيها open existing file هذا كله ونشوف شفنا كمان edit menu edit edit شفناها اللي هي كده وبعدين شفنا desktop menu شفنا فوائدها وانها ممكن تتحكم في صفحات عن طريقه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة